اشتركوا في القناة سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية وأكد سعادة السفير أن زيارة سموه حفظه الله كانت ناجحة ومثمرة لما يقدم مصالح البلدين الشقيقين وأوضح السفير الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة أن حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض والمشاركة الفاعلة في أعماله تعكس طبيعة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن مداخلة سموه جاءت شاملة وواضحة واتسمت بدقة الطرح وواقعية المعلومة وبلغة رقمية دقيقة وأوضح سعادة السفير أن كلمة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه أعطت صورة متفائلة جدا بالمستقبل القريب لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسائر دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر